موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نص تضيف اليوم في ستوديو الميادين نائب السابق لرئيس مجلس النواب اللبناني دولة الرئيس إلي الفرز لصواح الخير أهلا وسهلا بك في الميادين أبدأ معك من زيارة كاميرون إلى بيروت هو حاليا يزور بيروت ولاحقا غولوند رئيس الجمهورية الفرنسية يزور أيضا لبنان ما هذا الحراك الأوروبي إذا صح التعبير باتجاه لبنان الهدف المعلن والذي عبر عن هولاند أن الغاية منه هو زيارة اللاجئين كاميرا تقصد وحتى هولاند هولاند الغاية الرئيسية هي سياسة داخلية أوروبية أصبحوا يواجهوا مباشرة مسألة ومشكل اللاجئين بطريقة لم يسبق لها مثل تطخين الإعلام اللي صار في بداية الأمر أثار الشكوك واعتبر أنه قد يكون هناك تحييك لخلق مناخات إعلامية معينة تمهيدا لعملية ما تشارك فيها أوروبا وتركيا تمهيدا لشيء ما في سوريا تنبه الروس إلى هذا الواقع فكانت ردة الفعل الروسية الحاسمة الجازمة التي خلقت توازنات استراتيجية لم يعد من الممكن أن يتم يتجاوزها في ظل هذا المناخ الإنجليز تهيبوا الواقع واحترموا وأخذوا بعين الاعتبار هذه التطورات وبالتالي بعين الاعتبار وبالتالي بدأ يتصرفون على قاعدة هذا المعطى الجديد الذي لا بد منه وبالتالي بدء التعاطي مع مسألة اللاجئين تعاطي بسقف لا يتجاوز المشكلة الإنسانية وبعض المحاولات للاستثمار في الجانب السياسي لتبرير استدارة استراتيجية كبرى في عملية إعادة النظر بالسياسة مع سوريا بالتحديد نعود إلى الموضوع السوري ماذا يمكن؟ هناك ليس فقط ملفات موضوع السوري هناك أيضا يتم الحديث عن ملف رئاسة الجمهورية في لبنان وهناك من يقول أنه الظاهر كما قلت حضرتك زيارة اللاجئين ملف اللاجئين ولكن في الباطن هناك ملف رئاسة الجمهورية أنا لا أعتقد أنه سيتم مقاربة بصورة علنية ورسمية لأن الفشل يعرفون مسبقا أن الفشل في مقاربة هذا الموضوع هو حليف وبالتالي لا يمكن التعاطي مع هذا الشأن علنا مع مسألة رئيس جمهورية ورئيس وزارة وهم يدركون جيدا أنه إذا اقترن اسمهم بهذا الملف سيفشلون فشلا ذريعا وبالتالي أنا أعتقد شخصيا أن مقاربتهم للملف سيكون باي ذوي بيعطوا عنوان لأنه هني بلبنان وفي عندك مشكلة سياسية واضحة وبيحاولوا يرفعوا بعض التوقعات من إمكانية الجهوزية الدولية لتأمين مداخات تدفع الأمور باتجاه انتخاب رئيس ولكن أعتقد سلفا أن الفشل سيرافق هذتين الزيرتين إذا تعلق الأمر أو فيما يتعلق الأمر بمسألة انتخابات رئيس الجمهورية عدا عن هذه الملفات بأي ملف ممكن أن يكون هناك تأثير لهذين الدولتين أنا أعتقد أن مسألة اللاجئين بديو سير الحكة معهم بمسألة التعوضات والمال وعدم دفع المال للاجئين الموجودين بلبنان وعدم تأمين الميزانيات اللازمة لهذا الشأن وأعتقد أنه أيضا في الوقت عينو سبق وزار لبنان شخصيات سياسية فرنسية منا بالمعارضة ومنا بالموالات مؤخرا وزاروا مترانية زحلة للروم الكاتوليك وتحت عنوان زيارة المخيمات اللاجئين وذلك الاستثمار السياسي في أوروبا أنا أعتقد أن ولند أيضا سقف سقف قدرة أوروبا على التحرك في هذا الشأن هو سقف متدني وواطي كثير يعني لم تترك هذا الملفات الشرق الأوسط القليل منها لفرنسا أمريكا أنا أعتقد أنه دورة دور استطراضي استلحائي لم يعود دور مركزي بالرغم من أنه يقفوا على خطرون عليهم الله بالنسبة لموضوع اللاجئين وحاليا هناك ملف ما يسمى بالمهاجرين باللاجئين والمهاجرين برأيك هذا الملف هل فجأة صعب إلى السطح أو هل فجأة كان هناك هذا الاهتمام الدولي الكبير هل يمكن لصورة طفل على البحر وقيل أنه فوتوشوب وقيل أنه فوتوشوب كمان لا قد لا تكون هناك شكوك حول مصدقية هذه الصورة يعني أنه تعطي كل هذا البعد رأيي الشخصي تحليلي لهذه الصورة تكبير المسألة مع أنه مات ملايين الأطفال بيئات الألاف من الأطفال طيب ليش ما عملوا منهم هالقضية قبل في السنوات الأربعة السابقة أنا أعتقد بدأ تهيئة الأجواء لاستدارات استراتيجية كبرى تتعلق بالأزمة السابقة في استعداد وبدء الاستدارة الأوروبية والغربية في مسألة التعاطي مع الأزمة في السورية من خلال ملس اللاجئين من خلال خلال واقع الإعلامي إعلامي يهيئ الرأي العام الأوروبي ويجعل عبء الأزمة السورية واستمرارها على مستوى إنساني على مستوى لاجئين وافدين إلى أوروبا على مستوى استحضار الإرهاب بكل سلبيته على الساحة الأوروبية وسبق ووقع بفرنسا وهي فرنسا أحداث جعلت اهتمام المواطن الأوروبي يرتفع إلى درجة كبيرة جدا هذا كله تمهين لحدث ما أي لاستدارة استراتيجية كبرى وبأتي إذا بدأت دين بشكل واضح بعد الانتخابات التركية في تركيا بعد الانتخابات التركية هذا رأي الشخص رأي الشخص هلأ فيه رأي آخر لماذا بعد الانتخابات؟ فيه رأي آخر بيقول أنه كان بيتعيق بهذا المناخ مسألة تهيئة عمل عسكري ما بالتنسيق مع الأطراك قبل الانتخابات التركية عسى ولعل أن يحقق أردوغان شيء ما يستطيع أن يستثمروا في الانتخابات ويذهب إلى المشروع فيما بعد أكثر أنا أعتقد الجهوزية الروسية على الخط بالطريقة التي تمت فيها وبأعلى درجاتها وبالتصريح الروسي من بوكدانوف بوكدانوف للافروف لبوتين والذي أعلن أنه أمن السورية من أمن روسية أمر جعل أي إمكانية لأي عمل عسكري يحقق متائج استراتيجية أمر شبه مفهود سنتابع هذا النقاش ونتوسع أكثر ولكن نذهب قبلا إلى عنوين الصحف عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم نتابع أهلا بكم جولتنا في عنوين الصحف العربية نبدأها مع صحيفة الأخبار اللبنانية نقرأ فيها بوكدانوف أمن دمشق من أمن موسكو والأزمة الطويلة الحريري قريبا تفرج أما عن الشأن اليمني فجاء في صحيفة الأخبار اللبنانية عمليات نوعية قتل قطريون وأسرى سعوديون من صحيفة الأخبار اللبنانية إلى صحيفة الشرق الأوسط وفيها نقرأ معركة مأرب من ثلاث جبهات وفرار جمعي للمتمردين هادي يرفض الحوار مع الحوثيين قبل تطبيق القرار 2216 بدون شروط أسوأ تخريب إسرائيلي للمسجد الأقصى منذ 1969 القيادة الفلسطينية تتهم تل أبيب ببدء مخطط التقسيم وأيضا في صحيفة الشرق الأوسط بوتفليقة ينهي هيمنة جهاز المخابرات على صناعة الزعماء أقال رئيسها وعين محله متخصصا في الإرهام إلى الشأن السوري وصحيفة الوطن السورية وفيها الجيش يفتح الطرق إلى ضحية الأسد والحياة تعود لطبيعتها طريق حلب عبر خناصر آمن وقطع إمدادات النصر من الأردن إلى درع البلد هذا كان في الشأن الميداني أما سياسيا لفروف الغرب يعترف بشرعية الرئيس الأسد إذا كان في صالحهم إسبانيا تجدد دعوتها للحوار مع رئيس الجمهورية وبرلين تدعو إلى العمل مع موسكو إلى صحيفة الدستور الأردنية وفيها أشرس اعتداء صهيوني على الأقصى مئة جريح واندلاع النار في أجزاء من المصلى القبلي الأردن يحذر من محاولات استمرار تغيير الأمر الواقع مدرج روسي قرب مطار عسكري في اللاذقية وحول الشأن اليمني نقرأ في صحيفة الثورة اليمنية أحباط محاولة مرتزقة الغزاة التقدم صوب منطقتين شفينة وحمة المصارية في مأرب استكمال إجراءات تأمين مديرية خب الحدودية في الجوف تدمير ثلاثين آلية ومدرعة وفرار ستعشرة أخرى من ميدان المعركة إلى صحن الجن طيران العدوان الأعمى يستهدف مرافق مدنية ومنازل في عدد من المحافظات بينها مدارس وفنادق وحصون تاريخية ومزارع ونقرأ في الثورة أيضا مجلس الأمن والولايات المتحدة يرحبون بإعلان المبعوث الأممي الموافقة على حوار مسقط دعوة جميع الأطراف اليمنية لانخراط في الحوار بحسن نية ودون شروط مسبقة صحيفة البلاد الجزائرية عنونت مرحلة جديدة بوطفليقة يستكمل تغييرته في الأجهزة العسكرية بإحالة الفريق توفيق على التقاعد ونختم هذه الجولة مع صحيفة الوطن العمانية وفيها الاحتلال يقتحم الأقصى والمرابطون يتصدون والفلسطينيون يطالبون بتحرك عربي اليمن القوات الحكومية تطلق حملة عسكرية واسعة في مأرب مع هذا العنوان نأتي إلى ختام هذه الجولة في عنوين بعض الصحف العربية لهذا اليوم عودة إلى برنامج آخر طبعا شكراً للزميلة سارة الحاص على قراءة عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم دولة الرئيس يعني عنوين العالم العربي بعضها مضحك وبعضها مبكي وشر البلية ما يضحك في موضوع يعني أدى من آخر موضوع موضوع اقتحام الأقصى يعني من قبل الاحتلال الصهيوني في كل مناسبة صهيونية هناك لابد من اقتحام للأقصى الفلسطينيون يطالبون يعني كما دوما تحرك عربي برأيك يعني هل يمكن إجراء أي شيء مقابل هذا الاقتحام هل ما زال لدى العرب أي اهتمام بهذه القضية التي كانت مركزية ما بعدك أم تقولي شر البلية ما يضحك مسألة احتداء الصهيوني على المسجد الأقصى ليس بالأمر الجديد الأمر الأهم الملفت على النظر والذي يجب أن يركز عليه الإعلام العربي وأقول الإعلام العربي وليس الإعلام المدفوع العربي الإعلام العربي يجب عليه أن يقيم الدنيا ويقعدها الخطورة والملفت للنظر هذا السكوط العربي المريب الذي لا يؤكد إلا على حقيقة واضحة أن هناك تورط وارتباط في لعبة المؤامرة التي تطبخ عليها الحلول المشبوهة لمشكلة فلسطين وقضية فلسطين شعبا وأرضا ومؤسسات ومراكز روحية هذه هي القضية التي تجري في المنطقة اليوم كل هذا الحراك في العالم العربي الدامي الذي أغرقت فيه الأقطار العربية بهذا الكم من الدموم والدموع وارتفاع الأصوات الغاية منها أو إحدى غايات الرئيسية هي إحداث انحراف ديفيرجن في عملية التركيز من قضية فلسطين كقضية مركزية في الصراع العربي الإسرائيلي إلى قضايا متعددة أخرى يهتم في شؤون وشجون الإنسان العربي ويبرر للحاكم العربي عدم الجهوزية للعمل والضغط من أجل وبالتالي السكوت على ما يحاكم المؤامرات تستهدف المسجد الأقصى وتستهدف كنيسة القيامة وفلسطين تاريخا وحاضرا ومستقبلا هذه المؤامرة للذين يتحدثون أنه لا يوجد مؤامرات هاي قالوا بيقولوا مؤامرة ولا هذه المؤامرة بأم عينها أعلى درجات التآمر على الإنسان العربي والأم العربي هو ما يجي الآن في فلسطين في ظل ما يدور من حرائق حول فلسطين التي تحجب المنظر الحقيقي والانقسامات الفلسطينية الفلسطينية السخيفة التي لا أستطيع أن أفهم كيف أن شعبا فلسطينيا مستهدفا بمستوى هذا كم من الاستهداف يراد استقصاله محيه تاريخه تراثه أدبه شعره كل شي فيه خلافات سخيفة لا عساس لا علاقة لها بفكرة تحرير الأرض وتحرير القضية ما تخرجت على الهامش هذا السؤال ما تخرجت القضية الفلسطينية من أن تكون هي المحدد للبوصلة وأصبحت كما الآن باتت هي على السكة مع كل القضايا مثلها مثل باقي القضايا العربية أعلى درجة من درجات التآمر على القضية الفلسطينية صار فيه مؤامرات كثيرة منذ 48 حتى اليوم يعني طبعا مر ظروف استطاعت بعض القهيدات العربية في مقدمة جمال عبد الناصد أنه يجي ويرجع يخلق أنه القضية المركزية هي قضية فلسطين ورجعت المقاوبة والمقاوبة الإسلامية بعدين ولكذا بس أعلى درجات التآمر على القضية الفلسطينية هي الفتنة السنية الشيائية الفتنة المذهبية هيدي كانت مش أعلى درجاتها هيدي التي أصابت من القضية شبه مقتل والتي كانت الغاية الرئيسية منها هي إشعال هذه الحرائق على وقود هذه الفتنة من أجل إخراج القضية الفلسطينية من أن تبقى قضية بركزية في العالم العربي وأيضا موضوع استهداف سوريا في يقع في ضمن هذه أهل طبعا 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 مسألة سوريا أنت بتتصور صراع مع إسرائيل واعتبار أنه في قضية مركزية وعند شيء سوى عدوء إسرائيلي بدون أن تكون سوريا قلب العالم العربي قلب الشرق الأوسط قلب العالم بتكون هي التي تدير هذا الصراع والمتمكن من ذاتها ومن نفسها ومن استقرارها ومن قوتها ومن طاقطها ومن استنهاد ذاتها كل العمر والتآمر على سوريا يهدف من وراءه والتآمر على القضية الفلسطينية بدأي وعيد هي كانت وكذا كسنجر قال يعني في مقالات المشكلة فينا أنه لا أبين أرى كتير وصار في قراء كتير أنه أبيع أنه الأهداف مسبعا مش أنه شغلي مخباي وسرية ولكن يستطيع الإعلام التآمر والأقلام المدفوعة أن يعني تحدي الشكل من أشكال القنابل الدخانية التي تعمل بصر عن رؤية الحقيقة فتنقاد الشعوب في اتجاه معين فتنسى القضية المركزية التي كانت هي تشكل العصب تبع وجدانا السياسي وحتى المذهبي وحتى الإسلامي وحتى الديني لها في أيضا من القضية الفلسطينية إلى أيضا هناك موضوع اليمن وملف اليمن مر معنى أكثر من عنوان في السابق كان يقال أن هناك من يريد إنزال السعودية عن الشجرة يعني برأيك هل مازال هناك من إمكان لإنزال السعودية عن الشجرة أم هناك أسمان سوف تدفع يعني كيف يمكن أن تنتهي هذه القضية وهذا الملائف أنا أعتقد أنه في النهية لشك أنه تعرف اليمن بلد صعب فكرة الإمساك بإرادته في عنا تجارب بالتاريخ القديم سابقة أثبت أنه إرادة الشعب اليمني بالتصدي بصرف النظر إذا كنت تؤيدي هذا أو ذاك كمراقبة محايدة من برة تطلع بخلاصة إذا قرأتك تاريخ اليمن القديم والحديث تعرف أنه هذا الشعب شعب مقاوم شعب يقاتل شعب عنيد شعب لا يستكين لا يلين لا يهادن في قضايا التي تتعلق بمصالحي وبذاتي وبقضياتي إنما بالنهاية الأمر بالنهاية الأمر بدأ ترسي عملية حوار بين كل مكونات المجتمع اليمني لكي يذهبوا باتجاه اتفاق سياسي ما يؤكد على دور كل المكونات في المجتمع اليمني دورا متساويا وفاعلا في إنتاج الحياة العامة في اليمن وأنا بأعتقد وهيدي بس هذه لن توفر على اليمن المشاكل هيدي يمكن تحل شئ ولكن الملعب الخليجي قراءتي المتواضع الذي آمل أن أكون مخطئ فيها وأتمنى أن أكون مخطئ الملعب الخليجي قادم على أحداث خطيرة تتجاوز خطورة الأحداث التي تقع في اليمن لأن الحرب مع الأرهاب في الملعب الجديد القادم كان في ملعب اسمه ملعب المنطقة الشرقية يعني العراق سوريا لبنان مش هيكي في ملعب جديد قادم هو الملعب الخليج في الحرب مع الأرهاب أرفتكي واليمن كما نعلم جميعا في حضر موتها وفي المراجئ الآمنة والملاذات الآمنة التي اتسبتها القاعدة لها في عدن مؤخرا أو في مناطق أخرى أيضا ستكون ساحة للقتال مع هذه الفئات وستنتقل هذه الساحة ذهابا وإيابا نظرا للحدود المشتركة مع دول خليجية إلى ساحاتها وبالتالي سنشهد في المستقبل وستأخذ وقت طويل طويل في هذا الملعب صراعا مع التطرف باعتبار أن منطقة الخليج في التقييم الغربي هي منطقة التمويل الإنساني للقاعدة أو بينها للتنظيمات المتطرفة أو لداعش أو لا أدري هذا هي التمويل المادي للقاعدة أو لهذه التمويل وهي التمويل الفكري للقاعدة فكل الحرب الذي حدثت في هذه المنطقة التي كانت لها أهداف طبعا لخدمة إسرائيل في مناطق معينة لكن في نهاية الأمر ستصب في خانة تحويل هذه المنطقة إلى فرامة للإرهاب تيروريستيك فرامر طيب عفوا عفوا هذه نقطة مهمة جدا فضل هذه المنطقة بعد ما ينتهوا منا هون في مرحلة ما بعد الانتخابات التركية الذي سيتم فيها تحالف الدول المسؤولة مباشرة عن منظومة الاستقرار الإقليمي وبالتحديد إيران وتركيا الجديدة سيتم عملية استقصار هذا الواقع الأرهابي في هذه المنطقة اللعبة ستنتقد إلى الخليج بشكل واضح لا لبس فيه ولا بأ هذا تصور متفائل جدا دولة الرئيس يعني استقصار الإرهاب هناك من يتحدث أنه سيبقى الإرهاب في أماكن محددة أنه سينتهي بين لفتة عين وانتباهتها بين ليلة وضحاها إلا أنني أعتقد أن في المرحلة القادمة في الأشهر القليلة القادمة سينتج عملية تحالف كبير لإسقاط هذه الظاهرة في هذه المنطقة بالتحالف وأعتقد أن الإعلام الذي ركز على مسألة اللاجئين والذي مركز على مسألة الإرهاب في منطقة الغرب هو إعلام يمعد لإنشاء الأرضية الفكرية لمثلها كذا تحالف ستنجر إليها القوى جميعا بانتظار انتهاء الانتخابات التركية يعني كلام مهم جدا جدا موضوع أنا أتمسك أتمسك سنناقشه ولكن بعض الفاصل حتى لا نقول نصف الكلام ولكن بعض الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا اشتركوا في القناة